دلوقتي جماعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم أفأم ونجوم أفأم تيفي أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفأم ونجوم أفأم تيفي كل السنة وانتوا طيبين هابي فالنتاينز داي حلقة خاصة حلقة مختلفة مهمة جدا 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 بالنسبالي والحقيقة إن هي حلقة فوق العادة نجمينا النهاردة نجم بيستقبله كبار الزوار بيتكرم في السفارات بيستنى جمهوره في المطارات جمهوره عريض من المحيط للخليج من جميع الأجيال من الشباب وحتى الكبار من جيل الشباب من جيل الكبار من جميع الأعمار هو نجم شباك أول نجم دراما أول ونجم غناء أول أول مواهبه متعددة جدا مواهبه شاملة في جميع المجالات كتابة الشعر والتلحين والإخراج والسيناريو والحوار والغناء والتمثيل والدراما بنحبه بنحتفل بيه النهاردة وبنحتفل معاه بعيد الحب قدم لنا أحلى أغاني الحب عشنا مع إحساسه أحلى أوقات حياتنا اختار أن يكون معاك وفي يوم عيد الحب عشان يحتفل معنا مش بس بأغاني لكن بنفسه فأجمل يوم في السنة هو وجهة مصر الأولى في جميع المحافل الوطنية والدولية هو نجم الجيل وكل جيل هو النجم تامر حسني كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو طيب يا تامر برحب بيك في حلقة الفالنتاينز دي على النجوم أفاق وانتو طيبة جيجي وتقديمة عظيمة وأكتر ما أستحقك الحقيقة لا لا أنت تستحق أكتر من كده بكتير يا تامر كل سنة وانتو طيبة والسادة المستمعين واللي بيشوفونا دلوقتي المشاهدين بخير وصحة وسلامة رب نورتنا يا تامر وبجد بنشكرك في البداية شكرا جزيلا كبير كبير كتير على أن انت اخترتنا تحتفل معانا بعيد الحب النهاردة ولبيت الدعوة وأول ما قلنا له يا جماعة ما فكرش لحظة وعلى طول قال لازم أكون موجود معاك إحنا يعني أكتر نجم قدمت لنا أغاني حب أكتر نجم عشنا معاك لحظات الحب ومن أول من بدايتك خالص خالص يعني هقول إيه هقول لعيون ودار نور عيني أنا هي بتحبك قولي بحبك لسه بحبك حب أنا مش عاربة ما فيها حوالي حاجة وثلاثين أربعين خمسين واغنية فيها كلمة حب كم واحدة تقريبا كتير صح؟ كتير كتير لأ يعني خلص ما بقتش عدل هي طيب حنبدأ لو قلنا بأحلى أغنية وهي قولي بحبك ودي كانت من كلماتك على ما أعتقد كلماتي وعلى حيني كنت أول أغنية فعلا أول أغنية لعيد الحب لعيد الحب كانت أغنية مخصصة لعيد الحب وما كانش عندنا فعلا يعني الترند دي أو ما كانتش موجود عندنا أن حد يعمل أغنية لعيد الحب المخصوص فجات لك الفكرة إزاي؟ وإزاي أول ما كانت لسا في بدايتك وما كنت واصق من نفسك أن تتقدم كلام ولحن وتغني كل حاجة وما عندكش عين مشكلة وتجربة وموضوع جديد كله على بعض والله والسؤال ده شقين شقين إن أنا في بدايتي وبكتب وبلحن ده موضوع يعني ممكن أرد عليه بعد شوية وإن جات لي الفكرة من بداية ظهوري وأنا شايف في حالة حب فعلا حقيقية وجديدة وغريبة بيني وبين الجمهور شايف حالة حب كبيرة كبيرة جدا الحقيقة يعني أنا بأعذر الناس اللي ما كانتش بتصدقها لإن أنا نفسي مش مصدقها يعني وأنا نفسي أول ما طلعت يعني كنت بعض أقول هو فيه بيحصل بس ده كرم من ربنا على الإجتهاد اللي أنا بكتهده على يعني حاجات بقى من عند ربنا بشكوره عليها جدا محبة الناس ربنا اللي بيحطها في قلوبنا كلنا فحسيت إن لا اليوم ده لازم أهتمي به شوية خصوصا إن أنا يعني أنا بحب الغنى الرومانسي وأستاذي الكبير اللي تعلمت منه حاجات كتير قوي الأستاذ راحل عبدالحليم حافظ يعني الملاخر الكبير اللي يعني أنا بقعد أذاكره لغاية النهاردة فعشان كده أول ما بدأت أغنية قلت من أول الحاجات اللي كنت بعملها بدماغي يمكن كانت بره الشركة كانت أغنية تقول لي بحبك بصوت عالي كانت عملتها سينجل ونزلت وبعدين هم حطوها في الألبوم بس كان إحساس مني إن أنا عايزة أقدم حاجة للحب واللناس اللي بتحبه وكنت بقول لي عن بتكلم عن الحب كنت لست صغيرة برضه بس بتكلم في فكرة إن الحب عمتا من قريب من حبيب من صديق المهم إنك تحب وتتحب لأن ده إحساس بيغزي روحك يعني لو قلنا علامات غنائية في مجال الحب في تاريخ تامر حسني هتقول لنا إيه؟ ممكن تقول لنا كده كم أغنية كم أسماء يعني الأغنيات اللي أنت شايفهم علامات بالنسبة لك أنا هخاف أظلم أغاني الحقيقة يعني حتى أنا ممكن أقول أغاني ويبقى فيه ناس بيسمعوني بيقولوا أغنية كذا أغنية كذا يعني على قد علمي أنا الحقيقة هقول مثلا عيونه ضار قولي بحبك آآ نور عيني ما يحرمنيش منك آآ الله يبارك لي فيك آآ انت حياتي انت حياتي عناية بتحبك عناية بتحبك آآ في حاجات كتير حيانا يعني أكيدا أبقى ظلامتها يغاني حب واغنية حب طبعا ولسه بحبك آآ شايفة يعني هتلاقي في حاجات كتير فعلا مختلفة وده اللي هنسأل عليه جمهورنا النهاردة وده اللي طلبينه منك وتبعتولنا دلوقتي عشان تامر يشوف بنفسه أكتر أغنية حب حبينها لتامر حسني أني واحدة أو أني أني كذا واحدة معتقدش هتوصلي لفكرة معتقدش هتوصلي الأغنية واحدة يعني هتلاقي مثلا أكتر من الأغنية بعتولنا كل الأغنيات اللي انتوا شايفين انها بتمثل عن مشاعركوا أو انت بتعبر عن الحب اللي جواكو في عيد الحب بتسمعوا إيه اللي تامر حسني في عيد الحب بعتولنا على الأسماسة الواحد صفر صفر ستة كلمونا على ثلاثة تمانية ثلاثة خمساتير واثنين وعشرين وصفحاتنا على السوشل ميديا انستجرام وفيسبوك وتويتر ورقم الواتساب زير وخمستاشر خمسة تسع خمسة خمسة واحد صفر صفر ستة فاصل سريع وحنحتفل مع بعض تابعونا أنا نفسي نرد عليهم كلهم يعلاد ده ما نقدر طبعا نعرف ان انت بتحاول تعمل اللي عليكي بس يعني أنا مركز معاك تامر هيرد على رسائلكو وطابعونا على الجمه فام تيفي دلوقتي كمان شوية هنحتفل مع بعض بتامر حسني لايف تابعونا هنسمع قولي بحبك وراجعي من كامل الحلقة خاصة بنسبة الفالنتينز دي مع نجم الجيل تامر حسني نستقبل رسائلكو على واحد صفر صفر ستة والواتساب زيرو خمستاشر خمسة تسع خمسة خمسة واحد صفر صفر ستة تامر كان بيسأل سؤال في بداية الحلقة انهي اكتر الاغنيات اللي شايفينها بتعبر عن نفسكو في عيد الحب وبتحب وتسمعوها ياريت تشاركو معانا وتبعتونا عشان هو يقرأ الرسائل بنفسو في اغنيات يا تامر انا متأكدة لما كل فنان بيجي يقدم اغنية وانت مشهور كمان بان احساسي بيبقى ظاهر جدا في الاغنية وده اللي بيأثر فينا الحقيقة وبيمس قلوبنا كلنا انهي الاغنيات اللي نقدر نقول انها اثرت في دامر حسني شخصيا وهو بيغنيها ممكن تفعلت معاها بكيت تتأثرت ده سؤال مهم سؤال مهم لان المطرب عشان هو اللي بيبقى صنع الاغنية فبيبقى عاش معاها كتير وهو بيحضرها وهي بتتكتب وهي بتتلحن واحيانا ممكن تبقى كلام ولحنه بس لحزة ما بيخش الستوديو بتبقى لحزة بيتعامل مع الاغنية ان هي حالة تانية خالص غير اللي هو قاعد يحضر وكأنها اغنية تانية خالص مهم فبيحس احاسيس جديدة في الوقت ده مهم وفي لحزة كمان لما الاغنية بتنزل ومسلا معادي في اي حتة في الشارع في مكان عام واسمع الاغنية بيحصل لي احاسيس مختلفة هنا وهنا من الاغاني الاغاني اللي اثرت فيها جدا وانا باغاني ممكن اكون مش عايش الحالة ساعتها بس برضو بتأثر فيها وبتخلينا تأثر يعني افتكر ان انا تلات اربع مرات في حياتي تبقى اغنية شغال عليها بقى لي شهور بس وانا باغانيها في الستوديو بخش في حالة نفسية مع نفسي وتفاجئ من نفسك فعلا وهتفاجئ ان انا انا اللي بيحصل في ايه مسلا اغنية ارجع لي كانت كده بالنسبة لي اغنية اغنية فيلم طبعا اغنية ارجع لي اه اه كانت اغنية قلبم بنت الايه واستخدمتها في فيلم عمر وسلمة اه اغنية بعيدة عن عيني اه بعيش اه كفاك عزار اه لقيت نفسي بخش في حالات كده وباخد بريك من الغونة شوية ومش كل الاغاني عندك ذكريات يعني صح? مش ذكريات عليك. لأ انت بتتأثر بكلام. اه انا ممكن اعيش حالة خالبك ما والفنان اللي بيعبر عن الناس اا اكتر فنان بيقدر يحط نفسه في الموقف اللي الناس عايشاه. اه. مش مجرد كلام بيجيلي فانا اطلع اغنية. لأ انا بحط نفسي مكان الحالة فعلا حتى ممكن اغير مفردات. طبعا استأذن المؤلف اقول له يعني مفرد ده انا شايفه لو غيرته هيبقى احسن من وجهة نظري يعني لو واحد عايش الحالة هيقول كده. وابقى في مرونة بيني وفي ثقة بيني وبين الناس اللي بنشتغل مع بعض. بس في النهاية لازم تطلع باحساسها اللي انا مصدقه اللي انا حاسه. واللي انا حاس انها وصلت بنسبة مية في المية ان انا بعبر عن الشخص اللي حاسس كده بجد لدرجة ان في ناس توقفني في الشارع يقولولي مسلا اه احنا تامر حاسين انت بتمر بمعاناة الاغنية دي. اه. بفرح لما حد بيقول كده بس ممكن ابقى لا فعلا. ادي احساسك صادق وانت بتقديها فحسنا ان ده. اه حطيت نفسي مكان الانسان المجروح اللي عايش ده وغنيت من هنا. كيف هيك اعذار هي طبعا يعني انا مش عارفة بجد. الاغنية دي يعني دايما ساعات نسمع الاغنية نقولي محتاجين نسمعها تاني وتالت نركز شوية طب مش عارف ايه لكن في اغنيات كده من اول لا لحظة من اول مرة آآ بتمس فينا احساس آآ قوي بتأثر فينا وكيف هيك اعذار من الاغنية اللي حققت نسبة مشاهدات عالية جدا عندك على اليوتيوب واستماع ونجاحات وكيد بتطلب منك في كل حفلات. بتطلب مني هو يمكن من اكتر الاغنية اللي بتطلب مني الفترة دي. كيف هيك اعذار وعايز اقولك هي الاغنية عمتا حتى عملت لها تصوير بسيط كده على اليوتيوب. آآ وكنت عامل فكرة جديدة ان انا كنت مجسد انه ده آآ احساس آآ يعني مش لازم يطلع مش عشان انا المطرب اللي بغاني فاطلع عنا دايما اللي عندي حق في الاغاني. فكنت آآ عامل الاغنية دي ان انا اللي بيتقلو كيف هيك اعذار واللوم كله عليه وهو يعني كنت عامل حاولت ان انا عامل فكرة جديدة وان وان الاغنية بقى كلامها احساس انسانة هي اللي مجروحة وهي اللي حاسة ان هي نفسها تقول ده لحبيبها وما فيش حل قالت لكل حاجة هو مش حاسس ده قررت تكتب له كل الكلمة اللي نفسها فيها على الحيطة. فقعدت تكتب على الحيطة على الموبايل على كل حيطة عشان توصله قد ايه مجروحة وتعبانة لغاية ما اخد باله وفي اخر مشهد كان ان هو رجع حضانها وحسب ان هو لأ مؤثر وان هو حضانها واعتذر لها كان كل ده لغة عيون بينهم. فأنا يعني بحب الاغنية دي حاسة انها مختلفة فعلا. آآ ممكن تقول لحد كفاياك عزار. في حد بعيني. كفاياك عزار? آآ يعني هيبقى آآ 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 لا يعني مفيش حد بعينه واقول له كفاياك عزار يعني آآ لا مفيش. نسمع جزء من الاغنية ورجعين سريعا نكمل بتاسئلتنا مع نجم الجيل تامر. طبعا احنا بنسمع اجزاء من الاغنيات علشان يكون موجود معنا تامر هو بنفسه بكلامه على قد ما نقدر على الهوان لانه احنا عايزين نسمع منه كل حاجة وكلام كتير كتير عندنا ويا رب الحلقة تكفي. نجم الجيل تامر حسني يغير في شكل اغنية. كتبت اغنية العصر وكونت اغنية جيل يعني اتكلمت بلغة عصر جديد. آآ الشباب قلدوك في اللوك بتاعك. قدمت لنا نفسك باللوك كان عندك يعني وما زال عندك دقن كده وشكل مختلف. كان كنا بنشوف الشباب بيقلدوا شكل دقنك وشكل شعرك وشكل لبسك وبيقلدوا آآ آآ حركاتك وبيسمعوا مفردات جديدة في المزيكة وده اللي احنا شفنا بقى في في اغنيات كتيرة من بداياتك يعني من اول كل مرة بنت الايه آآ وانا سمعت طبعا ان بنت الايه دي كانت آآ معجزة من معنجزات العصر. ايه اللي خلق اغنية زي بنت الايه كده تكسر الدنيا? آآ والله لا وكان آآ الالبوم بنت ليه كان ليه ظروف انه آآ كان فيه مهندس كومبيوتر ربنا ما سيب الخير بيشتغل آآ مع الاستاذ ناصر محروس وآآ يعني الالبوم جي في ايده ده هدية الانسانة بيحبها فهي تكرمت ووزعت الاغاني على الجامعة. اغاني كلها نزلت في كل حتة في مصر على الانترنت والالبوم كله بكامل الدرب. آآ قبلت اتسرب قبل ما ينزل. اه اتسرب خلاص. فاحنا بقينا قصاد موقف قلت للاستاذ ناصر طيب يعني الالبوم نازل بعد كام يوم. تسمح لي ان انا بس اخد فرصة. وكنا خلاص يعني هنسميت ما كنتش مباين. مفيش اغنية اسمها بنت الايه. وقلت له فرصة بس ان انا قاعد اشتغل على اغنية دي ان انا قاعد اشتغل عليها شوية. يومين بالزبط. كتبت ولحنت بنت الايه ونزلت. وبقت يعني علامة كبيرة تاريخي. سبحان الله يعني زعلت ان الالبوم نزل وتسرى ودرى بس ده اداني حافز ان انا اعمل اغنية عشان يبقى فيه حاجة جديدة في الالبوم اللي ما ينزل. وقاتريني كنت باعمل حاجة من اقوى الحاجات اللي هتعيش لي بعد كده. بتخيلت ان هتكسر الدنيا كده لحد دلوقتي من الاعلى. كنت عارف اني بصنع حاجة جديدة بس ما ما تخيلتش النجاح ده كله يعني. عشان كلماتها مختلفة عشان ايه تفتكر عشان ايه? يعني كانت حالة جديدة وقتها والموسيقى بتاعتها معصرة يعني لو لو سمعت الاغنية دلوقتي هتلاقيها عادي شبه الحاجات اللي بتحصل في الزمن ده. اعتقد الحالة كلها ساهمت ان هي تعيش وقت طويل. نفس الحكاية ولا انا ولا عارف برضو. من الاغنيات اللي ممكن تكون. طب يا بنت الايه كان فيها مفردات زي ما قلنا ان انت قدمت للجيل الجديد مفردات جديدة في اغنيتك. لكن انا ولا عارف اغنية سريعة مباشرة لطيفة زريفة برضو بس حققت برضو علامة كده ونجاح. انا ولا عارف كانت التقطيع الموسيقية. حتى اقول لي بحبك يعني. حبيبي كل يوم بيفوت بحس كأني من غيرك مو. يعني اللي. مكانش اللغن العربي مكانش فيه كده. تقطيعات دي. انا ولا عارف انا ملي ولا يعني السرعات جديدة وسرقة. مكانش موجودة في الاغني اللي غنية رومانسية وحتى لو وتتغنى بالطريقة دي. ده كان جديد. والاجدد منه اللي يعني اللي اقدر اقول اللي تامر ضافه. ان انا حاولت اغني بالمفردات اللي الناس بتتكلم بيها. يعني كنت كل ما اقعد مع شعر يسمعني اغنية احس ان الكلام لا ده شعر. لأ انا حاسس ان انا بسمع شعر اوي. فانا عايزها كلام طبيعي اوي. فيعني من ضمن الاغاني اللي لما اقول الكلام هتحس ان انا ما كتبتش شعر يعني. اغنيت مسلا اه لما بتكون بعيد بحضر كلام اقوله. وما بتكون قريب بتنسيني اليوم بتقوله. ولا بعرف اتكلم يا دوب كبير يا سلم. واتكلم في اي حاجة بعيدة عن كل اللي انا عايز اقوله. اه. لما تبصي وتركز في الكلام ده انا كتبته حاولت اكون اه بقول رسالة لحد بكلمه مش بكتبله شعر. ويمكن هو ده اللي وصل تامر للشباب وخلى الشباب يحسوا ان تامر بقدم حاجة جديدة. انه في الاغاني بيتكلم زي ما هما بيتكلموا في الحقيقة. عشان كده اطلق عليك جمهورك نجم الجليل. لان انت اه قدمت اغنيات موضوعات بتتكلم. هنرجع نتكلم عن موضوعات طبعا تانية كتير جدا جدا في اغنيتك لكن قدمت موضوعات جديدة قدمت جديد قدمت شاب زيهم بيتصرف زيهم بيتعامل زيهم كل حاجة شبههم فتستحق اللقب. الحمد لله من الآوائل من زمان خلص انت اخد اللقب تاعي. الحمد لله من الحاجات اللي انا احبتها واحب ااكد ان يعني في حاجة هقولها مهمة هنا. انا طبعا اه جميل ان الفانز او المحبين او الشباب بيتأثروا اه ممكن يتأثر بحاجة لابسها فنان. انما اللي كان جديد بالنسبالي انه يتأثر بالفنان كله. يعني ان كان بيعمل شكله. او بيتكلم زيه. او بيجيب لبسه كله. مش مجرد اتأثر بحاجة واحدة عنده. يعني مسلا كان ممكن اغنية تعيش بشوقك كان في بدلة على. ده تعيش بشوقك احنا رجعين لها استنى ديها اه انا قصدي ان لو حد اتأثر بحاجة انا عملتها مرة. مش هتفرحني قدمه هتأثر بالشخص طول حياته. طبعا. يعني انا خدت بالي ان في الشباب كتير بقلوق بتاعهم كده خلاص ده اللوك الدائم اللي هو عايش بي. فانا طبعا دي حاجة. آآ فرحيتني جدا. لان هو ايمان بالشخص نفسه. بس اللي فرحني اكتر. بصراحة. لما بشوف شباب يقول لي مسلا انا تأثرت بيك وعملت شكلك وقلدتك. بس كمان بقيت قلدك في طموحك. وان انت ازاي بتصبر وبتنجح. وزاي بتتحارب. زاي بتتحارب وترد بشغلك وتنجح. وزاي بتديت من الصفر ومغير مهد دي ساعدك. في بداية اخ خالص وفضلته مصمم رغم الاحباطات وكل اليأس اللي انت تعرضت له. ازاي تكملت فانا فانا بحب الشباب لما يجوا يقولولي ده اكتر من ان هم يبقلدوا شكلي او اللبس او حاجة. يعني اه اتأثروا بشخصيتك ومشوارك الفني. المشوار. المعانال في المشوار. واسرارك وصبرك ومجهودك. لانه يا جماعة تامر حسني. يعني اكيد انتم خلاص الفانز عارفين وكل جمهوره عارفينه. هو بيشتغل على مشروعه. الاغنية مسلا او الفيلم او اي ان كان من الالف اليأ بكل تفاصيله. شكله وكلامه. والحنه واخرجه. صنعه بي زاكره ويراجع ويدرس ويحسنه يعني. انا طبعا احنا هنرغي كتير اوي بس فيه الرسائل انا انا بصه من كتر الرسائل اللي عمالة بتيجي على الواتساب وعلى الاسم. مسلا اديت الايباد اللي تامر هو في ايه تامر دلوقتي متابعين على النجوم افقام تي بيه هيشوفه. لو عرفت تقرأ من كتر الكنيات. انا عايز اسألك سؤال بس هو ده الطبيعي. لا ده مش الطبيعي. مش الطبيعي. مش الطبيعي. انا مش لها اقرأ من كتر. طب انا بس عشان انا عمالة اسأل نفسي انت بتقرأ ازاي. لا مش طبيعي. وهو بيجري بسرعة كده. لا مش عارف لناس شايفونه ولا لا انا مش عارف فيه. اه انا نفسي اقرأ كل الحاجات. بس الواتساب. بيجري انا مش عارف اقف على ازروني والنبي انا نفسي اقول كل الكلام المكتوب يعني كل ما اجي اقرأ كلمة الاقي بصي. اه اه. قلوب وصور وكلام وبنحبك. انا مش عارف اقف على على حاجة. طب حاول كده. على رسالة معينة. انا يعني لس شايف حد بقولي والنبي اقرأ رسالتي بس نزل بعدها اربعة الاف رسالة. اه اه. يعني انا هو الله هو الكلام اه. حاجة نعرف نشوفها يا جماعة طب من راحة طيب. انا نفسي اقرأ كل الكلام بس انا. هنحاول. هنععدكم ان احنا هنحاول. لسه بنسألكو اكتر اغنيات عيد. طب بس يعني اسمحيلة ارد بشكل عام. انا طبعا مبسوط ان الحالة دي ما انت بتقوليني ما بتحصلش. فرحان برد الفعل ده. انا فعلا انا بس. اه اعزوا انه واضح شوية. انا اعزروني مش عارف اقف على الرسالة معينة عشان فيه. طب انت بتعملي. هنحاول. هنحاول. لا اهو ما انا شفتش ده قبل كده بصراحة بس احنا هنحاول. نسمع جزء من انا والعارف راجاينا على طول نكمل اسئلتنا مع ناجم الجيل في عيد الحب اغنية حب لتامر. حبينها كسرت الدنيا. بعطولنا اسمها. وعطولنا كل اسئلتكو على الاسم بس. لسه منورنا ناجم الجيل تامر حسني في حلقة خاصة بنسبة عيد الحب. لسه بنحتفل معاكو بيكو بيعيد الحب. احلى عيد حب على نجوم افقامه في اجمد سبب وجود تامر معينا واحلى اغنيات هتسمعوها معينا النهاردة. هنتكلم على كل حاجات جديد والبوم الجديد وفيلم الجديد وافلامه. بتحبوا افلام ايل تامر بتتفرجوا عليه في الدراما في المسلسلات مستنين منه دراما. عايزين تعرفوا ايه عن حياته الشخصية. اسألوا اسألتكو عن حياته الشخصية. دلوقتي في عندنا مشكلة بخصوص الواتساب والرسائل ان فعلا هو صعبان عليه زي ما انتم شايفين اه انا بحاول بس اشرح لجمهور الراديو انه هو الايباد معاه وهو ده اللي بيجي عليه الرسائل. احنا من كتر الرسائل اللي عمالة بتيجيه وراء بعض. لا هو ولا انا ولا اي حد اعرف اقرار وراء لسالة. بس بنحاول ان شاء الله نحاول. انا بليها تام في موضوعنا. انت وصلت الحاجة عندك. انا يعني كلما امسك في كلمة كده عشان ارد. بس انا يعني تقريبا. حاولت تاخد اه كلمات كده رؤوس الموضوع. شوية كنت ممكن نالحق كلمة دلوقتي لا مش عارف خلص. يعني بجد وراء بعض. والله يا جماعة انتم شايفين معايا والله نفسي نفسي اهو. يعني زي ما انتم شايفين. يعني اعذروني. والله نفسي رد على كل ده بس مش ممكن سرعة. بس انا عايز اقول لك الحاجة دي حالة بتسعيدني جدا جدا والله ان قدقي الناس بتحبك وبتحتفل به كده. الحمد لله رب العالمين والله انا بحبهم اكتر. انا هنا عشانهم. وقلوب حمرة بقى وحاجات لطيفة جدا. انا شفت والله يعني فيه رسائل حب كتير. يعني بحاول اقرأ كده بسرعة وحت كاتب لي انا يعني زاوحتي اجت. اه مش عارف اقرأ رسالته. يعني هي جات قدامي كذا مرة. بس انا مش عارف هو عايز يقول ايه او عزورونا يا جماعة والله العظيم. الوضع ده مش. بص انت تالما يعني تالما انت مبسوط معانا بالرسائل دي انت تيجي بقى تعود معانا كده كل يوم وان وعدك ان الرسائل هتكون كده. هنتكلم على اه كنا لسا بنتكلم معاك على ان الناس الجيل الشباب قدقيه تأثر بشخصيتك مش بس اغنياتك وافلامك والكلام دوت. في حاجة ظاهرة انا لاحس ان انت بتعملها يومين دول. ان انت من خلال الانستجرام والسوشال ميديا ابتديت تخاطب الجمهور اه مش باغنيك بقى ولا باعمالك ولا بافلامك. لا بتخاطبه من تامر كشخص ليه اه لجمهوره. طاقة ايجابية ازاي يبدأوا يومهم ازاي يتحدوا الصعاب ازاي ان هم مفيش اي يتأثروش بالناس اللي بتهدمهم. تامر انت اكيد في ناس حربتك في بداياتك. اكيد في ناس بتطلع تقول. في بداياتي بس. والحد الوقتي بتطلع تقول انها في المركز الاول وفي مراكز متقدمة. لكن احنا عمرنا ما اسمعناك لا اه مسلا اعترضت على حاجة زي كده ولا قلت ان انت في مراكز متقدمة وبتتصدر اه شباك التزاكر ويعني والسينما والدراما وبتتصدر اليوتيوب بالفيورشيبس عندك لاغنياتك. انت في مركز اول ومراكز اول كتيرة جدا لعمرك صرحت بداه ولعمرك بتطلع تحكي عن نفسك. هو الفرق لا بس لو يعني لو فيه جايزة واخدة عشان حاجة هفرح الجمهور بيها. اه لو الفيلم محقق اه حالة خاصة من النجاح هفرح الناس بيها. بس اكيد انا يعني اه يعني يعني دي حاجة عند الجمهور الجمهور اللي يقدر يكررها او يحددها. وطبعا انا وعندي وفي زملاء كتير فنانين لما ربنا بيكرمهم وبيعملوا افلام بتعمل ارادات عالية جدا. مش بيقول ويعني لان لان هو النجاح الاهم التأثير. يعني التأثير. اه والجودة واللي وانت قلت ايه وانت انا احترامتك ولا لأ من العمل ده. ما هو الفكرة. انا قلت من كام يوم ان الشهرة المطلقة هي مش احسن حاجة الشهرة المطلقة. هو السيرة الطيبة هي اللي احسن. ويه اللي بقية? الشهرة بتروح وبتيجي? واردي بقى فيه حرامي مشهور. صح? ومجرم مشهور. يعني وقلت تشبيه ان الفرق يعني مسلا زي ما العطور لها رائحة نفازة ممكن تلاقي مسلا احد بيقدم حاجة دون المستوى وناجح. ما نخليش انها فيه ناس توقع تقول لك شوف مش عارف اه ناس ما بتقدمش حاجة ونجحة احنا ما نبصش لده لان ده ما بيقدمش لان زي ما فيه اه ما مبسطش نوع معين من الفن. مم. في حاجات اه بتبقى دون مستوى وتلاقي نجحت. مم. ففي ناس تبص تستسهل تبص لده. مم. ويقولوا طب ما بص. لا احنا مش هنبص لده لان عادي ما زي ما فيه العطور لها رائحة نفازة. مم. اللي القمامة برضو لها رائحة نفازة. مم. فاحنا الاتنين اللي هيفرق ايه بقى? الانطباع الكويس. واللي هيدي. انت انطباع كويس بعدين. اللي هيستمر. مش فقعه. ان انت تبقى مشهور. مم. وعمل ضرر. مم. وفي ناس اه مش حبة اللي انت بتقدمه او ما بتعبرش على الناس او بتحرب المجتمع بشهرتك. مم. فلا الشباب ما يبصش ما يستسهلش يعني. مم. لأ يعني انا وكتير من الفنانين اللي ما بنيجي ان قد ما عمل في حاجة. آآ بنبقى زي زي ما يكون ماشيين على الشعراية. مم. انك نبقى شبه اللي بيحصلوا شبه الناس وشبه ونهزر ويبقى فيه جراءة ويبقى فيه حاجات. مم. بس في نفس الوقت آآ لازم فيه شعراء نحافظ عليها كده. مم. ان احنا يعني نقدر بقدر الامكان نخاطب كل الناس بآآ 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 شكل. موضوع الصعب والكلام دوت. بصي. ده ترند جديد انت بقيت واخده. انا انا من زمان الحقيقة. مم. من زمان دي علاقتي بال بالناس اللي بتحب تامر. آآ ان انا دايما متصل معاهم. بس يمكن بعد السوشل ميديا ما بقت آآ آآ واخد حايز من الحياة. فده بان للناس اوي. آآ بس ده احساسي وده قلبي من زمان. دلوقتي احنا في عصر صعب جدا. جدا. انا اتمنى اي شخص ناجح. واي شخص صاحب رحلة جميلة. مم. ومشوار من النجاح. يطلع يتكلم يصدر للشباب. يصدر لهم هو نجاح ازاي? مم. ليه? ليه ليه بخلان ما تطلع تقول للناس اللي بتحبك انت نجحت ازاي? وصبرت عملت ايه? مم. بطلع فهم الناس شوية حاجات. انا بحاول اعمل كده ونفس كل النجحين يعملوا كده. مم. ليه يعني ليه فيها ايه? يعني ليه مش مش عايز اعمل طبعا. بس فكرة الواحد ينجح اعمل مثلا اعمل وكسب وراه وقعد في البيت طب وبعدين. بيصور صورة الجايزة وخلاص. طب الناس طب اللي نفسها دلوقتي احنا في عصر فعلا محتاجين الرموز دي. يعني انا بقول يا رموزنا كلنا ارجوكوا طلعوا اقولوا للشباب نجحتوا ازاي? اي كلمة جميلة لان لان فعلا الناس بتستنى بتبقى بالنسبة لهم حاجة بتعلقوا بيها وبتأثر فيهم بجد. بتديهم امل بجد. اطلع اقول نجحت ازاي? تعبت ازاي? اتحربت ازاي? يعني هو وبعدين لحاجات مش هتسكت معنا لغاية النهاردة بنتحارب ما فيش حدش هتخيل ان خلاص الواحد نجح وخلاص ما بقاش لا لغاية النهاردة فيه حروف فيه اشعاد يوميا. الحرب عليك. الحرب تبقتي عليك اكبر ولا اقل? بص يا مهما تكبر ولا نظرتي انا ليها ما بقاش ليها وجود. نظرتي انا ليها. مهالحاجة انت بتشوفيها ازاي? حسب انت هشوفتها ازاي? ممكن حد يحربك ويخبطك بطوبة انت تشوفيها. كبيرة. دبشة وتكبري منها وتعادي مكتائي بقى والي ايه واللي حصل دي ممكن كنت انا كده زماء انه انا صغير. دلوقتي لأ بقيت انا شايفها ناكرة اصلا. لو انت مش ناجح مش هتتهاجم اصلا. مش موجودة. يعني ما هو انت بتتهاجب واشه ده ناجح? اه شايفها مش موجودة وبقتلب معي كوميدي. فعلا. ما بتردش بقى على سوشال ميديا ما بتردش بتتفعلش ولا اي حاجة. مرة ما اقول لك حاجة ما اوقف. مرة واحد اتكلمني قال لي بقول لك ايه في ملحن معين كده. افتح التلفزيون بسرعة. في ملحن قعد يشتم فيك في التلفزيون. طولي يا راجل. افتح التلفزيون وبسرعة. اه. كمان عشان اسمها واحد بيشتمني. مش فادي. يعني انا هاجري يا ضائع من عمري وقت عشان اخد طاقة سلبية واشوف واحد طب اما اللي بيحبوني اعمل ايه معاهم. اه صح. لا انا ممكن افتح واجري ما اشوف انسان هيديني طاقة اغز بيها روحي. طبعا. انا ما افتح هلاقي ده يعني ده عايز توصل لي طاقة سلبية بالعافية خلاص. احنا مليانين طاقة سلبية من كل حتة. في المجتمع احنا بنبقى عايزين. كل حد عنده حاجة كويسة. يطلع يصدرها. اي حد وصل حتى اي حد بقى بقى وزير بقى في مكانة كبيرة يطلع يتكلم على رحلته. ما هو ما اتولدش كده. الشباب وشبابنا فعلا في مصر الوطن العربي. محتاجين الناس تفهمهم حصل ايه في الرحلة اللي فاتت دي. مش هو فجأة باصس كده لقى نجم مشهور ومع عربية. لا. في مشوار رهيب قبل ده. حصل وفي خطوات. في شخص عايز اشتغل مدير. خطوات واحباطات وفوق وتحت وكله. في شخص عايز اشتغل مدير. يا حبيبي طبع ما في مراحل قبل المدير. هنبدأ واحدة واحدة وهتيجي. بس ما نتسرعش. في واحد يقولك لا انا مشتغلش مش عارف ايه. لا اشتغل مش عارف ايه. احنا في عصر دلوقتي. ما فيهوش ما فيهوش النوع ده من الافكار. احنا فعلا في عصر صعب. احنا في عصر صعب فعلا. وده وانا قلت من قبل كده. احنا في عصر يلا نفسي. ومصلحة. خلاص انسي بقى جوزة من الناس كانت تسعل على بعض في رمضان. فين الناس دي راحت فين? واللي بيفترق عند بعض ويعزموا بعض. ويروح يصلوا مع بعض. فين الناس دي? فين? وبعدين السوشيال ميديا بقى فيها لها سلبيات كتير جدا. انام والخوض في حياة الناس لأقصى درجة في حياة الناس كأنه قاعد معاك في الصالة. يعني ده حاجة صعبة جدا. انت ما ده وقت. قيمة الوقت. لو لو الناس فقدتها. الناس هتروح في دهية. انت اتأثرت شخصيا بشائعة طلعت او يعني موضوع السوشيال ميديا عن حياتك الخاصة في الفترة اللي فات دي فترة قريبة. مش انا يمكن بسمة هي اللي اتأثرت. اه. بتقسم من الكلام كتير. انا بعزرها بسمة اصغر مني بكتير. فيعني مهما تحملت انا بعزرها. نهاردة بقى عيد الحب لها كلسان طيبة وكلسانة وانتي حبيبت قلبي. ومع علش وعدي الحاجات دي انت عارف ان حياتي صعبة وانا عارف ان حياتي صعبة. وانتي اكبر من كده بكتير. وربنا خليك اللي هي وخلينا اولادنا. اه وببارك لتاليا طبعا وامايا بطولات خدوها الاسبوع اللي فاتت. امايا لسه في البطولة بس تاليا خلاص كذبت الحمد لله. بناتك. صح هنا جمهورك عايز يعرف اكتر عن حالتك الشخصية. تاليا خدت البطولة التالتة دلوقتي. بطولة ايه? عالجمهورية. في الجنباز. اوكي. ما شاء الله. عندك عندك ولاد ايه? وادم بقى لسه صغير بقى ادم لسه. عندك تاليا? خلاص. تاليا وامايا وادم. يعني ايه امايا? امايا يعني للخير من المطر. اه. او من الندى. اوكي. يعني. ورياضية بقى تاليا ومكسرة الدنيا وحاجات كده. تاليا وامايا اه. وبتواجه التحديات والصعوبات وبتوصل للجوائز. اه هم اللي اتنين دلوقتي بطولات بقى وبيكسبوا. عندهم الطموح وانا معرفهم يعني امية الوقت. ام. ويعني لأ بعض اشتغل معهم على الوقت والطموح. بيغنوا اغانيك? يعني احيانا يعني. بيحبونك ايه? انا بسيبهم يختاروا براحتهم. اه. انا شغال في الستوديو عجبتهم اغنية بيخشوا يسألوني. اه. ايه الاغنية دي او قليهم بيرددوا جزء منها. بقول طيب كويس والله. اه. انا مش بجبرهم يسمعوني او حاجة. اه. يسمعوا براحتهم وانا اشوف كده بس. بس اعرف من خلالهم ايه الاغنية اللي ممكن يبقى الميلودي بتاعها زنان بيوصل للناس او للاطفال. في حد مين هو سطح حلو? التلاتة. يا راجل. اه. يعني حتى ادم كده هو مع الوقت وقت كده في شوية. لا واقوقت ده لسه صغنون خلص مش باين. والله لا يعني في حصة كده اه لو سمعني بقول حاجة هيخش ام يعني واقوقت معايا كده. طيب احنا هنسمع دلوقتي ام ممكن نسمع الموضوع فيك لان احنا كنا بنتكلم على قد ايه انت بالرسالة الرسالات اللي بيقدمها تامير حسن من خلال مشواره حياته ومشوار نجاحاته من خلال السوشال ميديا دلوقتي قد ايه هو بيخاطب جمهوره شخص بشخص ومواقف بمواقف ودي من ضمن الاغنيات اللي فعلا كان فيها كلام موجه لجمهوره ازاي ان الانسان يعرف يحقق نجاحات ويتحدى المشاكل اللي عنده. بصوا بس ان عايز اقول لكم انه الحلقة مستمرة لحد الساعة تسعة النهاردة ممتدة ساعة زيادة في اجمة ساعة ساعة سبعة فمترحوش في حتة. احنا هستم كاملين ساعة كمان وعايز اقول لكم ان العادة بكرة الساعة 12 ان شاء الله لنجوم اف ام تيفي. اه من الاغنيات اللي غيرت من حياة الناس كانت انا مش عارف اتغير موضوع فيك عارف اتغير من نفسها عايش بشوقك خليك فولازيو كلام كتير جدا جدا لازم نتكلم على عايش بشوقك يا تامرة. يعني اه تخضينا. انا تخضيت. اولا سمعتها. قلت ايه ده? تم بيقول ايه يا جماعة? والجزمة والباتة واصرف في الجيب. وبلوبيف. وحاجات كتب. بلوبيف بلوبيف. الحب الحب. ايه? جات على بالك ايه انك تعمل اغنية زي دي? ايه بصي الفكرة بمنتها البساطة ان انت يعني انت رئيس جمهورية نفسك. ام. يعني انت شوف الحاجة اللي انت لابسها شوفها غالية. خلاص هنرتاح. مش لازم مسلا انت بقعد محمل نفسك قوي ام الحاجات اللي تخليك حزين وتخليك تعبان انك ممكن تبص لغيرك تحس مسلا عنده حاجة مش عندك. خلاص انت لابس حاجة بكزا هي بكزا عم خلاص خلصت. يعني معالجة لروحك في بعض عشان تهدى شوية. يعني عادي وبعدين الانسان مش به هو لابس ايه? ولا هو معاه ايه? يعني حقيقي هو الانسان لانه الانسان هو اللي يقدر يعني هو اللي يقدر يجيب المادة. هو لما ينجح ويجتهد ويتعب هيجيب ده. فيبقى نشتغل على ايه? الاساس. اللي هو انت انت كشخص. اشتغل على شخصك الاول. فما تخليش الحاجات الخارجية هي دي اللي تاخد انتباهك. الاول. لا كشخص. انا الحد النهاردة بشتغل على نفسي كشخص. عادي ممكن نشوف عيب فيها وصلح وممكن نقعد مثلا في الستوديو ابقى شايف بروجرام جديد نازل في الستوديو. انا لسه مش عارفه. اخش اقعد ادريسه بيعمل ايه عشان اشتغل عليه في الموسيقى. وطور من الموسيقى اعلم دانسنج زي ما بقيت دلوقتي. انا زمان كان عندي فريق استعراضي ايام المدرسة والجامعة وكده. فالموهبة موجودة بس وبرضه وقت الابم عيش بشوقك هعيش حياتي. الابم ده انا عملت فيه استعراضات ويمكن كانت سابقة شوية. ما خدتش الفيت باك اللي حصل لما عملتها مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي. ابهرتنا بصراح. هنتخضينا. احنا بقى انا مش عارفين ده تامر حسني ولا مايكل جاكسون ولا مين ولا هم اجابين حد تاني ولا دبلير ولا. كانت على الهواء. دبلير على الهواء. فمهرجان افتتاح مهرجان القاهرة السينمائية في بطولة العالم كمان للهاندبول. اه. يعني اتفاجئنا ده تامر بيتطور من نفسه. ده الطبيعي بتاعه. انت على طول كده. شو فيه يا جيجي هو طول الوقت لازم بقى فيه تطور. طول الوقت يعني الفنان لو وقف عند حتة كده وبقى هيكررها هي هي اللي بتتكرر هي هي اللي بتتكرر. مش هيبقى فيه جديد ولا هيبقى فيه امتاع لا لي ولا للجمهور. خلص انت هتبقى كوانت جمهيرية معينة هي هي اللي بتسمعك وهي اللي مبسوطة بيك وهي اللي ما بتقولكش حاجة. وانت خلص هو ده اخرك تمام. خلص حصرت نفسك في سقف كده قد يكون لو انت عادت فكرت مع نفسك شوية ايه عندك تاني تقدر تطوره. ممكن تكسر السقف ده وتطلع لليبل تاني. وتكسب ارضية جديدة. وتكسب ارضية جديدة. وجمهور جديد. ووجهة نظر ناس تختلف فيك بحاجات انك انسان بيتطور انسان مش قاعد معتمد على العمل وخلاص. لأ ده طول الوقت عنده جديد. فانا طول الوقت عندي جديد وطول الوقت بطور وطول الوقت بدخل يعني بعمل مستحدثات جديدة في هندسة الصوت في المسرح. في حاجات كتيرة جدا اندخلتها للصناعة بيك. ده كواليتي الحفلاتك بيطلع احنا بنتفرج بنسمع بنقى موجودين في الحفلة. بنسمع كنينة بنسمع الالبوم في الستوديو. دي بقى حاجة مهمة يعني عايز اقولك اه فنيا اهم حاجة انت تتكلمت فيها دلوقتي. اه انا بقالي مسلا كزا سنة بشتغل على حاجة اسمها الجودة جودة الصوت انه يطلع زي ما بتسمعي تسمعي في اليوتيوب بتسمعي الاغنية بتسمعي بتسمعي الكواليتي عالية جدا. ما ينفعش تروحي حفلة تسمعي كواليتي مالوش دعوة تسمعي الجودة يعني. مالهاش دعوة. بس ده الطبيعي ان اللايف مختلف عن الستوديو. بتاع زمان بقى. اه. قبل ما اطلع انا بوجهة نظر. ده حمادة وده حمادة اي خلص. ده الطبيعي لا انا تلاقتي بوجهة نظري مولف. انا لازم عندي وجهة نظر. اه. وتختلف معايا او تتفقي انا في النهاية عندي وجهة نظر. اه. ان الموسيقى دلوقتي عشان. ما هو انت لازم تطوري عشان تبقي مواكبة للعالم كله من فاشل العالم كله بيتقدم. اه. وانت لسه اخش الاقي صوت طابلة عاملالي كده بس. و. اه. لأ. لأ. في فيه السماعات نفسها اللي الناس بتستخدمها دلوقتي. بتطلع الكواليتي بتاع الصوت عالي جدا. فانت ليه ما بتطورش برضو من جودة الصوت. فانا بشتغل. دي تكلفة عالية قوي عليك. تكلفة علي فعلا علي. انا اي حفلة بعملها يعني التكلفة اللي انا باخدها بحطها في المسرح في الايت سيستم. انا اول حد كان يدخل الشاشات الكبيرة كنت انا والتري دي مابينج اللي تحس فيه جرافيكس وراكي بس تري دي الشاشات دي من النوع ده. اقدمتها كانت في حفلة الجامعة الامريكية كانت او مرة تتقدم بالشكل ده ضخم جدا. اه. وفكرة الصوت. فيه ناس احيانا بتتخيل يعني دايما الحفلة انا بقسمها دلوقتي. فحسمي العصر الجديد ده. انا بقسم الحفلة دلوقتي. الجمهور جاي مش هينفع يعود ساعتين يسمعك بنفس النمط. دلوقتي انت عندك مسلا اغنية بتعمل عليها شو. شو في حركة بتحصل. احيانا ممكن تبقى بلاي باك لان الغرض الشو. زي برا بيحصل كده. يعني برا ده. يعني برا ده. ده التطول الطبيعي. طب انا هو عقد مسلا اعمل لك شو واتحرك وبتاع وتلاقي صوتي في المايك يعمل. مش طالع. انفس طالعها نزلة ومايك عمل ايه صفر مش هينفع. فتبقى بتبقى ثقافتها الجديدة اللي انا حاولت ادخلها. في بعض الاغاني بتبقى انت عاملها لغرض لغرض انك بتوري مش دلوقتي اه وفي اغاني تانية تعال بقى انا بغني بقى مسلا كفاياك عزار بغنيها الله بغنيها بجد ومراستق كده. الله يعني. دي الماسج منها ان انا ايه بسمعك غناية اللي انت جاي تسمعه هنا. وفي بقى حاجات جديدة اللي هو بيبقى فيه يعني اه مساعدة. يعني انا ممكن في حفلة اه اه وده عامل لابس كتير عندي ناس في ناس بتتخيلوا بلاي باك لو مش بلاي باك. هو انا بعمل معالجة صوتية. يعني انا ارسان مش هكلف واجيبها هندسة السود دي كلها وندفع كل ده وفي الاخر هيبقى بلاي باك. معالجة صوتية. مستحيل. دي معالجة صوتية. ان انا بعد ما بغني الحفلات المسجلة اللي هتعيش في التلفزيون. مستحيلة هنزلها بالكواليتي بتاع زمان. ولا ميبقاش فيه عصر جيه ولا يبقى فيه حد جيه اضاف حاجة في الكواليتي ولا اضاف حاجة بالمجهود لما حد يخش من العالم كل يشوف الموسيقى دي وصلت لفين. مش هيلاقي حاجة من 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 خمسين ستين سبعين سنة. هي هي. لا لازم يبقى فيه جيل جيه طور حاجة. مم. فبشتغل على الجودة الصوتية. ان يبقى فيه المساعدة دي. يعني مثلا ايه انت تحسي ان الدي جي بيلعب جزء من الاغنية والفرقة بتضيف جزء من الاغنية والدي جي اللي بيلعب جزء من ايه في الكوالي مثلا ده متسجل. مم. انما الغونة كله live. وبعد ما بيتسجل انا بجيب اجمد مهندس صوت معايا. مم. يعني مثلا في كل حفلة فيه مهندسين صوت بيبقوا يعني كلاس اي يعني اللي هو اجمد مهندس صوت لازم يقع معايا لان اللي انا بعمله ده مش احد ومش احد مهندس هيفهمه برضو. مم. ده غير الاستعراضات وغير. طبعا. بياخد بقى. برضو قدمت بحفلاتك كتير. اه خلص بس موضوع الصوت. انه بياخد الساشن ده بقى اللي انا شغال به. وبيتعمل له معالجة عشان ده هيعيش. ده في حق مصر ده. ده مطرب من مطربين مصر. اخش انا اسمعه دلوقتي. الاقي ايه بقى مايكات بتصفر وهلاقي الجودة بتاعت الصوت بتاعت اللي هي مفيش اضافة حاصلة العصر. اللي يعلم كله بيتطور معادة احنا? لا طبعا. مكانتي لازم تحتم علي ان انا دلوقتي اقدم ده. لازم يبقى في حاجة اسمها كده. الجودة خشي شوفي الحفلات هتلاقي فيه جودة بتحصل. الجودة دي فيها بيبقى فيها وفيها 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 كل يعني بصي السلطات كلها. مم. كل حاجة موجودة لان اللي بيجي بتفرج عليك مش جاي يتفرج على نمط واحد. جاي يتفرج على شو. شو برا في العالم كله بيحصل كده. هو ده اللي انا قلته في البداية ان انت مش بس بتغني. لأ انت بتهتم بكل تفاصيل العمل من الالف الياء. طبعا. طبعا. زي اقول لك حاجة زي فكرة ان الالبوم ينزل اغنية اغنية. انا هشرحها سريعا لان في ناس كتير قوي. منتكلم على الالبوم الاخير خليك فولازي اكيد. اه هنتكلم عليه دلوقتي بتفاصيل اه. نقول لك مبروك طبعا. الف مبروك. كسر الدنيا كالعادة. كل اغنية نزلت سنجل. الالبوم كله نزل اغنيات ورا بعض وكلهم كانوا. الحمد لله انا مبسوط جدا. وشوفي الجملة اللي انت قلتها دي. انا هشرح للناس عشان كزا حد كان بيقول لي يا تامر ليه الاغاني بتنزل واحدة واحدة كده. انا عايز اقول حاجة ان الكم بيظلم الاغاني. بمعنى ايه? تعالي نتخيل لو انا نزلت العشر اغاني مع بعض. شوفي انت قلت دلوقتي كل اغنية طلعت رقم واحد. وفضلت اللي فضلت يومين وتلاتة واللي فضلت اسبوع طيب لو انا نزلت الالبوم كامل. واحدة هتقوم طلعة. في اغنياتها تتزلم. بصي بقى بيحصل ايه. في عدوى بتحصل. اسمها ايه بقى? سمعت اغنيات كزا. طب شاير اغنيات كزا. ده دي احلى اغنية في الالبوم. دايما كلمة احلى اغنية في الالبوم دي. اللي بتدور الالبوم كل. ليه بقى? الناس بيحصل زي حالة عدوى كده. كله يقعد يقول لك دي احلى اغنية للالبوم. الناس تقعد تسمع الاغنية اللي هي احلى اغنية في الالبوم دي فين? اهي? بنسمعها وخلاص بقى مش هنسمع الباقي. حتى لو هو كان لوحده من غير تأسير الناس عليه. هيسمع اغنية تانية. لو كنت تسمع لوحدك كنت هتقول على اغنية تانية احلى اغنية في الالبوم. بس هو كمان بيبقى قعد معزور شايف كل الناس عملا تقول دي احلى اغنية في الالبوم. خلاص بقى دي احلى اغنية في الالبوم. وما اسمعش الباقي. فواحد فنين تعبان قاعد بقالي سنتين باشتغل. عشان اسمع الجملة دي. يا رجل يا الناس عبتوا الراجل على الفاظ دي في الاخر. عشان اسمع جملة انت قاعد باشتغل وانا بكلف اغانية حقيقي. انا مكلف انا طارف. ايوة. من فعش عقد اشتغل سنتين وفلاك تي تقول لي احلى اغانية في الالبوم. لا. شكرا انت اختزيني. انت اسمع الالبوم كله بقى بالطريقة. يعني لازم بقى. انا اسمع وركز. والله لما تسمعها شوية لوحدها كده اسبوع. اسبوعين. وتقعد تفهمها لان في احيانا الاغاني نوعين. في اغنية. اول ما بتسمعيها بتحبيها جدا. وفي اغنية تسمعيها تقولي ايه ده انا ما فهمتهاش او ما حبتهاش او تنتقديها جدا. وبعد فترة تلاقي نفسك بتحبيها قوي. وتقولي ايه ده انا ما كنتش بحبها بس احبيتها جدا. فالنوعين دول بيقوا محتاجين وقت. طب ان هي احلى اغنية في الالبوم يا تام. لا ما اقولك احلى اغنية. لو سمحت بعد كل ده انا لا اقولك جملة دي. شمعنا كل الناس ميقولوا يعني انت كم يقولكش نفسي تقول. بصي ما قالوش على الالبوم ده انا حتى مبساطة جدا برد فعلا الناس دي خلت سألتهم على اغنية. قد يكون في اغنية. الناس روح لها مسلا زيادة بنسبة صغيرة. بس ما حدش في الالبوم ده تحديدا يقولك احلى اغنية في الالبوم كزا. طب انا قلبي حاسس بحاجة. مبطلناش احساس. اي رأيك? انا بحبها جدا طبعا. دي احلى اغنية في الالبوم? لا ما اقدرش اقول كده. اني هطلع منك كلام. هطلع منك كلام اني هطلع منك كلام. لا 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 والله ما اقدر اقولك كده. انا لسه حالا كنت بتكلم مع ياسر بقوله انا بتفاجئ انه انا بغني لسه في فرح من كام يوم. اه جاي بغني اغنية لقيت الناس بتسقف وبتسرخ وعمل رد فعلا عنيف قوي على الاغنية. والطول انا مخدش متوقع عن الاغنية. بطلناش احساسة. لا مش بطلناش بها. اولني كلام. اه طبعا. يا سيدي علي. يعني دايما بحس برأي الناس من رد فعلهم. دايما فيهاش مجاملة. يعني ما فيهاش مسلا الاغنية يعني اغنية مش نكحة خلاص بحسها من الناس. حاجة غير نحتة منها. ما بتزعلش? ايه ما بتزعلش? انت بتتضايق بقى. لا ما بتزعلش. ليه? ليه ما هو مجهودك واختيارك? لا انا اعمل كزا حاجة بقى. ما اكيد لو هو محبش دي قوي. ام. وخلي بالك بيبقى في مسلا انا بشتغل على المعظم. ام. يعني فيه ناس ممكن تبقى الله في اغنية بالنسبة لهم حلو قوي بس المعظم. ام. لا ما ما حسزي. المعظم محسش دي. يحس بواحدة تانية. ام. فاجأ غني اغنية الاقي الفيدباك عالج رد الفعل من الناس كبير جدا ويعودوا يسقفوا ويصرخوا عليها ويطلبوها تاني وتالت خلاص بفهم من الاغنية دي. راحت في في مجرها السليم. بس اليومين دول انا شايف اغنية يعني اغنية ما بطلناش احساس اول ما نزلت. يعني ما شاء الله عملت نجاح كبير جدا وكلامها انا بحبه بحترمه جدا. اغنية اولني كلام اليومين دول اه هي هي في حالة. طيب عشان نسمع عن جزء ما بطلناش احساس سريعا ورجعين نكمل كلامنا اختاروا اني احلى اغنية في الابم خليك فوليزي. هنتكلم على الابم كله دلوقتي بكل تفاصيل. اه كتير من الرسائل جايلنا على الواتساب من جميع الاماكن يعني من كندا ومن امريكا. بنوجه تحية بجدر كل الناس اللي بيتابعونا من خلال شاشة نجومة فام تيفي. وشكرا لكم على متبعاتكم. وتامر بيحاول مع الرسائل كلها وبيحاول يشوف واخد باله انه. طبعا جمهورك عريض يا تامر في كل دول العالم. وحفلاتك كتيرة. في كل مكان يعني من المطرب المصري. اه من يعني اللي حفلاته في امريكا وفي كل مكان وفي اوروبا ومش بس في الخليج ومش بس في الدول العربية. لا انت كمان بتقدم اه يعني اه فنك في جميع بتطلب في جميع البلاد. دايما بنسمع تامر في تور في امريكا تامر في تور في كندا تامر الحقيقة دي حاجة بتشرفنا جدا وبتبقى وجهة فنية اولى زي ما قلنا لمصر في جميع المحافل وفي جميع الحفلات. اه انا مركز اصلي في الرسائل. اه مركز. انا يعني فعلا نفسي. او الله انا سعيدة برد فعلك ده برد فعل الجمهور جدا يعني. خب اقولك حاجة ممكن ممكن ارد بس يعني انا. اه تفضل اكيد. من اللي بلمحوا. تفضل. يعني. تعذرني طبعا اه. 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 شايفيني كده. اه. يعني انا هحاول. ايه رأيك تاخدوا معاك البيت وانت مروح بقى. اه يا ريت. تعيش بقى حياتك. يا ريت. والله انا نزلت بوست من كام يوم. خدوا بس توعدنا ان انت تيجي تجيبهولنا بكرة وتيجي معنا انت ربارة ساعة. تيجي حلقة جاية. هنا يعمل مسلسل. اه. مسلسل ازاعي. انا هتشرف والله. يلا رمضان الجاي. لو كلم الجمهور الكريم ده كل يوم والله لو هيستفيد بحاجة. انا اتمنى جدا. يا جماعة فكروا فكرة مسلسل ازاعي لتامر معنا عن عنده فكرة. يلا انا نفكر معادي. ياسر ما بيخلاش من اشكار. اه طيب. انا فيه هنا بس قبل ما اكمل كلامي عن الالبوم اه غنيت حلو المكان. اه. راس السنة واخر افلامك وفيلم الفلوس وكسرت الدنيا وتصويرها كان حلو وكلامها والمزيكة وما بطلناش اه رأس وطهيس على حلو المكان. حلو. انه ما ينفعش ان احنا نتفادق يعني ما نتكلمش عنها خالص. وفجأت العصفورة قالتلي ان في شيء كبير حصل في الكليب يا جماعة لو شفتوا الفيلم او لو شفتوا كليب حلو المكان على اليوتيوب اسمعوا المفاجأة بقى متابل حسن. العصفورة دي طبعا اه يعني رامي او تامر يحيا او حسين. اه اه طيب اه لا اه موقف جميل. ده موقف نادر ومش موجود قبل كده. اه مسي ده برضو تحدي عايز قولك تحدي فني جدا. اه طبعا. عايز خبرة شديدة جدا. الاغنية اللي كانت نازلة في الفيلم مش حلو المكان. كانت اسمها كانت اغنية تانية. مش موجود يعني هي نزلت لا ما نزلتش خاص. اه بس وما نزلتاش مش عشان مش حلوة. لأ كانت حلوة بس يمكن المواصفات اللي انا كنت عايزة كنت عايزة في الاغنية دي. اه ما كانتش موجودة. قبل الفيلم ينزل بيومين تلاتة صحيت منهم كده كلمت السيد المنتجي اللي المحترم زيت كوردي. كلمت له بعد اذنك عندي بس حاجة. انا عايزة غير الاغنية اللي في قال ازاي دي تصورت. وخلاص احنا هنطبع ونزلة. قلتولنا هعمل اغنية تانية. قال لي طب ازاي? ده في يعني في ناس بتغني الاغنية. قلت له يعني خليني حاول انا هعمل اغنية نفس السرعة. وهحاول يعني لو حد بيقول مسلا. حركة الشفايف والاداء. حركة الشفايف لو بيقول مسلا. آآ هوا ممكن تمشي معا في الصورة. هقدر ان انا اجيب الاغنة ده بيقول كلمة تانية يعني. بطريقة معنا. عايزة مجهود طبعا بس الفكرة انا ده قبل يومين. هم. واشتغلت انا ومحمد يحيا ملحن الكبير محمد يحيا الشاعر الكبير احمد المالكي. هم. واماديو الموزع الكبير. هم. على اغنية حلو لمكان. طلعت واشتغلنا في يومين كده خلصناها. يعني تقدارت قولي مسلا خمس ايام فعلا. خلصنا الاغنية حتى انا فاجئت الناس بيها. هم. جماعة الاغنية خلص بقيت في الفيلم ايه? الفيلمك اللي نازل. بيرقول لي فيلمك اللي نازل ده. الكليب بتصور يا جماعة اللي انتم بتشوفوه في الفيلم وبتشوفوه على اليوتيوب ده كليب بتصور باغنية تانية خالص. اه. اوكي. وعملت الاغنية جديدة نوزلتها وخليت الناس اللي في الكليب بيغنوا او بيحركوا بقوم نفس الكلام الجديد. مجهود صعب اوه. مجهود صعب بس الحمد الله كان صائب لان هي بقت اغنية حلو للمكان اللي بقت علامة كبيرة في حياتي. مم. اللي اللي ساهمت كتير في نجاح الفيلم. مم. وساهمت كتير في نجاح تامر في السيزن ده وبقت اكتر اغنية بتطلب لتامر يعني لحد ما قلبه من نزل. وما شاء الله هي لسه نجاحها ساعد وبتطلع. مم. جزء سريع منها وراجعين في انتظار رسائل كو. هنحاول نقراها ومكالماتكو على ثلاثة تمانية ثلاثة خمسة زيار واثنين وعشرين. نحاول ما نسمعش الاغنيات كاملة علشان نكمل كلامنا واكبر وقت ممكن عايزين نقديم مع تامر نفسه يحكي لنا الحكايات ونعرف اخبار ونعرف كل جديد عنه. وبما ان بقى فيلم الفلوس وكلمنا عن 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 السانيمة فانت النجم شباك اول. يعني فيلم التامر حسني بينزل يا جماعة في السانيمة? خلاص. اه اعلى ارادات اعلى اجر لنجم سانيمائي. اه كل فيش حد بس جمهور تامر من الشباب والصغيرين للمتوسط العمر للسبعينات للستينات اهلينة وكلهم بيخشوا فيلم تامر وبيتفرجوا عليه واحنا والاصغر مننا والاجيال والمدارس. ودي معلومة مش كتير الناس عارفها ان فيلم تامر ينزل السانيمة. اه يعني لما حاجة تنزل جنبه هتتزلل. اي فيلم. لا عاوز بالله درجة دي يعني. لا بحقيقة دي حقيقة لازم اقول البدلة من اعلى الارادات اه افلامك قبل كده طبع عمر وسلمة وافلامك كلها اللي حبناها وكابتن هيما وحوالي خمساشر فيلم يا تامر صح? حوالي خمساشر فيلم. الله عد انتي بص انا. انا عدت بحوالي. باللي جاي ده هيبقوا خمساشر فيلم. لا هو طبعا لا يعني الحمد لله رب العالمين اه اه ربنا بيوفقني في اختياراتي بس لا كوفين جم اه كبيرة بتعمل ردود افعال رائعة وانا من معجبينه ومن محبينهم. بس كمطرب يحقق نجاح في السينما يعني يعني مطرب نجاحات كلها في حفلاته وفي قلبوماته. يعني انت حالة خاصة ندرة ان مطرب يبقى محقق نجاح قد اللي محققه في الغناء في السينما كمين. الحمد لله. ده. 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 ما حصلتش بني عبد الرحيم حافظ. اه. الحقيقة ده كان حلم عمري. الحمد لله يعني انا بفرح بدي لانه كان حلم من احلامي. وهو كان فعلا التارجت بالنسبالي الفنان العظيم عبد الحاليم حافظ. الجامع بين الغنى والتمثيل. والوصول بهم لنفس المكانة. حمد لله على كده. فزي ما انت مسأل اعلى الناس كتير انت كان ليك مسأل اعلى برضو هو. طبعا. طبعا. ولسه قدامك احلام. ولسه عندي احلام. لسه عندي احلام وغير الاحلام اللي انا اه حبيتها على فنانين كبار. او على فنان عبد الحاليم حافظ. انا كان لازم اضيف شخصيتي وهي فعلا زي ما بقولك اه مسلا الكوميديا بالشكل ده. النوع التمثيل اللي هو ما تحسيش انه مطرب بيمثله. يعني احيانا ممكن تشوفي اعمال مطرب يعني تقولي اه انا حاسس انه مطرب مثل. انها مسلا مسلسل زي ادم. اه. ما تحسيش لا ده مش مطرب بيمثل. لا ده ممثل حقيقي. وانا الحمد لله انا حاسس ان انا عندي الموهبة دي وتاريخي السينمائي اكد ده. فطول الوقت عندي احلام ان انا اطور في الناحية دي جدا جدا واعمل ادوار بعيدة عن تامر او محدش يتخيل ان تامر يعمل كده زي فيلم الفلوس مسلا. اه تامر طول الوقت ادواره مسالية وكان الجمهور بيلفت نظري لده. اه. وانا لاني بسمع الجمهور جدا. اه. ففيلم فلوس نصاب حرامي. اه. او مرة اعمل ده. اه في ناس كتير كانت مستنية كوميديا بتاع التامر. اللي شافوها مسلا في البدل لا بس انا مش هينفع كرر نفسي. اه. حتى لو مش هعمل نفس الاراد. اه. مش هينفع كرر نفسي لان دي غلطة شنيعة. اه. بيقعوا فيها ناس كبيرة. اه. فلا انا هعمل نوع تاني ويبقى فيه الحاجات اللي بنحبها بس هقللها لان المفروض ان فيه دايما يعني فيه فنك تعملي ترشيد لموهبتك. تعرفي تتصدري ايه وتأخري ايه وده النهار ده وله السنة الجاية وده يعني فيه بلان فيه خطة كبيرة ورا اي عمل بيحصل. مش مش كده. طب الخطة اللي جاية اللي مش انا بقى دينا خبر. فيلم مش انا. الحقيقة هو فيه تحدي فيه تحدي في التمثيل. لان الدور يعني متخصصين شافوا الفيلم يعني اول سؤال قالولي انت ازاي. هو خلص خلاص. ان انت تعمل الدور ده. دور ايه ما مش احر الفيلم يعني. لا هو فيلم يعني اقول لك هو كوميدي. يعني هنتحك من ورا مقساة حصلة للبطل. هنتحك جدا وهنعيض جدا. اه وده يعني فيه هارموني حصل في الفيلم. اه بتاخد الفيلم مخرجة العظيمة عايز اقول صارة وفيق. اول فيلم كبير ليها تعمله وصارة من كتشافي وانا اللي قدمتها بس انا بقيت واقف بتفرج عليها وبتخرج وعندي حالة زهول وكأنها بتعمل الفيلم الالف لها. هم. بشكرها على مجهودها وهي هو كل فري العمل. هو اول انتاج برضو الاخوية حسام. هم. بعتذر له ان هو فضل سنين يقول لي عايز انتجه وانا بقول له لأ لازم بتتعلم. ما تعتمدش عليها واكيد بيتفرج علينا دلوقتي. هم. شقيته الحقيقة يعني. عشان يدرس ويتعلم ويفهم هو عشان ما تضحكش عليه. هم. ودخل عمل الفكرة. ومعانا شركة في الفيلم معانا سينيرجي ومعانا ومعانا مجهود كبير اوي من السوز احمد بدوي. اعمل مجهود ضخمة جدا في الفيلم. السوز احمد دسوقي سكاي ليمت صديقه عمري واول فيلم انتاجهولي هو يعني عملنا. يا احمد دسوقي. مجاله تحية بجد هو. كان مختفي فين فترة اللي فاتت احمد اختفى فترة كبيرة جدا. اه. اه. وبعد عن المجال تقريب ما عنده استثمرات في يعني انتجاهات تانية. انا رجعت بقى شفته في الجيم مرة. وحسته محبط شوية. طولة ارجع احمد انت عندك وجهة نظر محترمة وانت هو احمد راخي جدا. انا بحبه جدا. طول عمره. شخصي. ولأ ارجع المجال محتاج حد راخي زيك يرجع يضيف. ونرجع نعمل كلنا شركة مع بعض. ورجعنا اهو بنعمل مشانة وان شاء الله في حاجة جديدة نازلة. وبشكر حسام اخويا لانه فعلا اعمل مجهود ضخم في الفيلم ده. طب. وان شاء الله هيطلع. بمناسبة مش انا برضو هيتعرض امتى? مين? هيتعرض اول ما السينمات تفتح بنسبة مية في المية بازن الله. ربنا يا كرمنا يا رب ونعدي من محنة كورونا. سمعت ان كتب سيناريو الحوار لاول مرة? اه اكاتب قصة وسيناريو الحوار لاول مرة. ما قصة دي احنا عارفين ان انا افلامي دايما او يعني تقريبا كل افلامي مع عدا فيلم او اتنين. اه مش انا اللي كاتبهم بس يعني انا في ناس كتير اوي متعرفش ان انا المؤلف اه افلام عمر وسلمة. مهم. قصتي يعني. اه لا انا عارفها. قصتي وعمر وسلمة ونور عيني. اه حالة حب كان فكرتي برضو. دسوقي احمد دسوقي. او احمد دسوقي انتاجه. وفيلم البدلة برضو. مين معك من النجوم في مش انا. وفيلم الفلوس. اشتغلت عليه انا والاستاذ محمد عبد المعطي صديق عمره ورجل محترم. مؤلف كبير. هو مش انا قصتي وسيناريو حواري. مين مشاكك البطولة او مين معك في الفيلم? النجم العظيم الكبير اللي بحبه جدا جدا مجد كدواني. طبعا. يعني بوجه له كل التحية على شخصه. مجد الكدواني. آآ ممثل وانسان عظيم جدا جدا. راقي جدا جدا. آآ يعني انا ما شفتش اخلاق وجمال زي الراجل ده الحقيقة. راجل انا بحبه جدا. جدا يعني. بنا يكريمه يا ربه يفرحوا بولاده. في ناس منهم سافرة وكده ويدرسوا برا ربنا يحفظهم واجههم له بالسلام يا رب. وآآ ومعنا طبعا الفنانة العملاقة ساوسا بدر. آآ مش هقدر اتكلم على عظمتها يعني. هعمل دور رائع. دور ام. طب سر صغير عن الفيلم. والفنانة الجميلة حال الشيحة. سر عن الفيلم. سر عن الفيلم. آآ محدش يعرف. ما اقولت لك يعني اقول لك ايه طيب. هو فيه فردية في التمثيل كده اول مرة هنشوفها. بس. بس كده. ده التحدي يعني. هنسي بقى خلص ان انا مطرب بقى والكلام ده. طب تفاصيل السر اللي اول مرة. اللي هو شوية ايه. ما فيهوش اغاني. ما اتشغلنا الفيلم نتفرج عليه كده. اه. يلا يلا يلا. ما فيهوش اغاني. فيهوش اغاني. الحلوة دي ونتفرج على الفيلم مع بعض. والله هتعز علينا الطلب صغير زي ده. لا والله صغير جدا الحقيقة. والله المنتج برا قولي له يعني. اه فيهوش اغاني? اكيد في اغاني. اه. اه اي فيه سعر? هو في اغنية يعني كانت نازلة اليومين دول. الحقيقة وما كانت نازلة النهاردة تحديدا وما خلصتش. يعني المنتج بتاعها ما خلصش بنتطور فيها طول الوقت فانا عمري ما هنزله هي مش خلصان او او انا مش الجاوب بتاع يلا بسرعة كده ونقفل ونعمل اي حاجة عشان تنزل. لا. فيه جاو ده وفي اه قيمة نتحسب عليها من جمهورنا. اه. ولا ما كانت تسمح ولا ولا معزة الجمهور بالنسبة ليسمح ان انا نزله اغانية ما خلصتش. حتى لو الجمهور متخيلة هي ما فيهاش عيب. لا انا عارف ان هي كان ينفع تبقى احسن من كده. انا بعمل عليها للنهاية وخلاص. اه. يعني الناس تحبها او يحسوا اي حاجة تانية انا بس لازم اعمل عليها طول ما انا حاس ان انا لأ في مسلا عشر في المئة عملتهمش. مستحيل هنزل اغانية. انتو لسه مع. اجمد سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. منكمل حلقتنا حلقة الفالنتينز دي مع نجم الجيل تامر حسيم نورنا وشرفنا الهوى وبجد يا تامر انا مش قادرة اقول لك احنا مبسوطين بوجودك معنا قد ايه والناس كلها وكل جمهورك متابعيننا ومبسوطين بيك. انا مقصود اكتر ومقصود جدا من الردود افعالهم. وفعلا والله نفسي ارد عليهم ان انا قلتلك ايه قبل الحلقة. انا عايزة انا شوف بنفسي. انا ارد عليهم بمزاج بس يعني. احنا اتفقنا بص اتفق عملنا مع اتفاق كده بيني وبينك وفي شوية مصلحة. هو ياخد الرسائل مع البيت. يرهب روحته عشان يرجع لنا تاني. اه فحلقة تانية. انا ارد عليكم يا جماعة. واحد واحد بس انا وردكم بعانيكم ان الرسائل. ان شاء الله كتير لدرجة ان الواتساب مش مش واقف ومش عارف اقرأ ولا كلمة. ولا كلمة فعلا. اه فاحنا اه زي ما قلنا لحضراتكم ان هو ايه من حاول كده انه يكون موجود معنا على طول عشان بقى يجي حلقة تانية رد على الرسائل. تامر اه كنا بنتكلم عن السينما وآ يعني كنت لسه بتكلم على المخرجة فيلمك الجديد وهي سارة توفيق على معتقد. سارة وفيق. سارة وفيق. آآ بنوجه لها طبعا تحية واكيد الفيلمة هيكسر الدنيا يا سارة لانه كل الناس كلها اللي بتشتغل مع تامر آآ بتحقق معها نجاحات كبيرة جدا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ومن كل يعني ومن خبرة السنين اللي فاتت قدمت لنا مواهب كتيرة جدا في مجال الفن في جميع المجالات ومنهم نجوم لحد دلوقتي مكسرين الدنيا وبتزوى مشوارهم الفني معك. لحس انت دائما بتحب فريق العمل اللي حواليك. سواء آآ طبعا من المخرجين زي المخرج محمد ساني وياسر ساني. سواء من الفنانات آآ ممثلات ونجوم زي هانا الزاهد آآ نجمة زينة آآ اسلام زكي واحمد الملكي في مجالة التلحين والكتابة الاغنيات آآ الجنات جنات دي كانت مفاجأة ليا مش عارفة صلاحي مع المعلومة دي مظبوطة ولا لأ. اقول اقول ميم تاني يعني كتير قوي ناس كتير قوي الحقيقة. آآ جنات الحقيقة كان آآ انا كنت وتقريبا سمعتها من نجوم اف ام كمان زمان. مم. وعلى طول عرفتها على السيد احمد دي سوي. مم. يعني احمد يرد على الموضوع ده جدا لان كنت انا سبب ان هم يعودوا مع بعض. احمد لازم آآ تنتج للصوت ده و آآ ومش الله عمله مع بعض نجاحات كبيرة جدا. آآ زينة كانت آآ في البداية بقى مزيعة. حالة حب. لا قبل حالة حب ما كانت مزيعة كنا بنقل مع بعض برامج وهي كانت بتمثل في مسرح الهناجر. مم. كنا احنا على نطق الجامعات نعرف الناس اللي بيمثله في الهناجر تحديدا يا. مم. آآ ورشحتها للفيلم لحالة حب. آآ وهنا زاهد ما شاء الله انا انا بحب مشوار انا آآ وربنا يوفقها في مسلسلها اللي جاي مبروك يا هنة. ان شاء الله اتكسرت دنيا. وآآ ليك ناس كتير بتحبك ومستنين مسلسلك آآ وانا منهم ربنا يوفقك ويوفق آآ احمد آآ زوجك الفنان الكبير احمد فاهمي. مم. في كل اعماله اللي جاية ان شاء الله. آآ 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 انا قدمتها في فرق توقيت. مم. وما شاء الله بعدها يعني انطلقت يعني. لازم نلحق نتكلم بسرعة على خليف. حمد سامي طبعا يعني. اه. ده احمد سامي بخلاص. دلوقتي ما شاء الله يعني بقى. حاول تتوسط لنا عنده بس يرد على تليفون ولا حاجة. يا عزوري بقى لان هو اكيد ربنا كرمه بيعمل المسلسلات آآ مهمة جدا الفترة دي. آآ وطول حياته الحقيقة هو فنان آآ حقيقي مكتهد. وشغله مميز جدا. وانا فخور ان انا قدمت محمد لان محمد بعد كده استمر لوحده وعرف يتوغل في النجاح ويعمل حاجات كبيرة لوحده ربنا يوفقه ويكرمه آآ وكنت قدمتك مسلسل آدم. مسلسل نفسه على شاب بساعتها صغير كان عنده تقريبا سبع وعشرين سنة او حاجة. انه يخرج مسلسل زي آدم كانت حاجة كبيرة وآآ وانا كنت وصق فيه الحقيقة وآآ وربنا كرمه من بعد آدم وآآ وشك حلوة عن الناس. الحمد لله. الحمد لله. حشان من قلبي والله. آآ. من قلبي واي حد انا قدمته اكتشفته هو يستاهل يعني. يعني ما قدمتش حد تحس ان هو لأ هو طب هو هو فين طيب لأ. ما شاء الله كلهم نجحوا وكملوا. دي او من غيري. لو هنتكلم بقى على سريعا عشان مش بقى فقط حلقتنا للأسف النهاردة كتير. الالبوم الجديد اللي موجود حاليا في الاسواق. وكان برضو مفاجأة في كل حاجة من اول عنوان وخليك فولازي. اني انا عم بتقول يا ربي هو تامر افاجئني الاول بعيش بشوقك مالحقتش افوق من الخط درانية دخلت في خليك فولازي. فولازي ازاي جماعة? لقيت انها برضو اغنية فيها رسالة مهمة جدا للشباب. وغير بقى اولني كلامه يا سيدي علي والحاجات. تكلم على اني واحدة فيهم دلوقتي. تعالي كلمك على اسماء الالبومات من اول مئة وتمانين درجة. كنت بكرر ان انا اه كل الالبومات اللي انا بشوفها او اللي انا تربيت عليه لازم يبقى اسم تقليدي. ان كان مسلا حتى في الالبومات انا يعني ما بقولش. او الالبوم لك كان اسمه حب. حب بحبك انت عناية بتحبك اه هتلاقي حاجات كلها ليه علاقة بالحب. طب اه وبعدين طيب. او انا هفضل كده طول عمري. احب دل احب بس. احب دل احب بس. احب دل نعمة. في اغاني وفي رسائل وفي حاجات. اه. اعيش بشوقك اه خليك فلازي دي اسماء مئة وتمانين درجة. يعني انك اه يعني كان اسم برضو غريب. مئة وتمانين درجة. عايز تقول اي مئة وتمانين درجة. تغير حالك. اسم هندسي اه. اه بالزبط بس جديد. لازم زي ما قلت لك لازم انا دلوقتي في مكانني اجدد واطور وانا. فده من ضمن الحاجات فعلا الاسماء. العنوين بتاعت الحاجة لازم تبقى جديدة. مش بتجددي جوهرة بس الجوهر يعني الشكل والمضمون لازم يتجددوا. كان ايه سؤالك? اه اسماء الالبومات وتفاجئت باسم خليك فلازي اغنية تخليك فلازي والمضمون اللي فيها. وبعد كده. مضمونها طبعا اه يعني انا بحمس الناس. وبحاول اقول لهم. اه. ان الدنيا فيها مواقف صعبة. اه. جماعة انا اقسم بالله بقول الكلام ده من قلبي. احنا في اه يعني الجيل ده عاش ظروف صعبة جدا 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 جدا. وآآ وعاش آآ توطر نفسي رهيب. وشاف حاجات كتير قوي مرة واحدة. آآ معزور. الناس دي الجيل ده معزور. الجيل ده تفاجئ بحاجات كتيرة جدا مرة واحدة. ملحقش مش لاحق يفوق من اي حاجة. اه. فعلى الاقل على قد دي على النطاق اللي هو الفني الصغير المتواضع بتاعي ده. لازم اقدم حاجة تفيدهم. اه. زي ما انا الكلام ده بيأثر فيه. انا كشخص انا لما اسمع آآ ان في احيانا تحس ان الناس عام عليك مؤامرة وتحس ان في ناس كتير بتحس بكده. اه. نظرية المؤامرة دي. اه. فبقول لك انك ما تحسش بدا. وكبر دماغك يا عام. ولو ده اصلا كبر دماغك خلي طاقتك ووقتك ليك. اه. تعودش طاقتك ووقتك للناس وده قال ايه وده عمل ايه. طب مش عارف فينا حصل ايه. وشفت اه فول انا جابت ايه وده ايه ودي اتجاوزت مين. حتضيع وقتك. مين والحق اصلا ده مش كل ده شت التفكير. الوقت ده انا ليه اضيع وقتي ده الوقت ده حاجة غالية جدا. مهم. يعني انت لو شايف الوقت ده فلوس. هتهدره كده? مم. ولا مليم. ولا مليم. انا عايز الناس يشوف الوقت ده فلوس. مهم. هتعمل بها ايه الفلوس دي? بتتأثرت اوي بالفيلم اللي فات. لا والله العظيم من قلبي. عشان انا كده يا جماعة طب انا لو حد عايز يسألني اعتبر انت انجحت ازاي? هقوله. ده عارف شوق. بص كلمة بسيطة ازاي والوقت ببلاش. سلعه ايه ببلاش. للاسف لا. ما تشوفهاش ان هي حاجة عشان ببلاش مش حاسس بقيمتها. هي مش ببلاش ده تمنح جميل او. انا بقعد احيانا انا بص اسمع اقرب الساعة عمالية. وانا قاعد عايز اخش اجيبه من من ايه? من النفاة. اوقف ما تقعدش تجري كده استنى انا عايز اعمل حاجة يعني ما تقعدش تجري على الفادي كده. عايز تعمل ايه تاني? اقول لي. عايز اعمل حاجات كده. ايه تاني ايه تاني? ما هو اخدت. اه الفوتج اه بتاعتك اه اصار سمائي. الفوترينت. هاندن فوتبرينت. هاندن فوتبرينت. اه حصلت لك. طبعا طبعة الايد والقدم الاسمنتية في هوري. جوايز كتيرة تكريمات كتيرة سفارات اه وزارات دول كرمتك مهرجانات بقيت واجهة مصر الفنية في المحافل الرياضية والدولية والمهمة. عايز ايه ايه تموه حاجتين? ما هقولك حاجة ما هو انت. انا بتوصلي لنجاح معين بيبقى يبقى عليك يا حاجتين. فاضل ايه بقى? يا تستمري في بنفس القدر. يا بتكسار السقف دو تعديه وتعملي تاني. انا طموحاتي مش في تاني انا في عشرين تاني. وده مش معناه سنين على فكرة. لان انا اكتهدت في سنين قليلة اكتهدت عملت فيها مجهود مجهود سنين اكبر. ودايما بقول هي مش بالسنين. هو باللي تعب اكتر. يعني مش بالسنين خلص. باللي تعب اكتر. وده بطمن يعني الشباب انك اكتهد واتعب ممكن في لحظة ربنا يا كريمك تروح لليفل تاني خالص من حياتك. ربنا ما خلقكش فاضي. والله. دور جوه نفسك هتلاقي. ما انا لما لما انا جيت غنيت دورت جوه نفسي لقيت ان انا بكتب. ودورت تاني لقيت نفسي بقى لحن. وبمثل. وبقالف افلامي. بس بعد دورت لقية تانية. ممكن تلاقي حاجات تانية لسه. لسه في الصندوق. مين عالف. وبرضه خدي بالك تعبي ده مش ليل واحد ما تعبي ده لقصرتي كمان. مهم. يعني انا بتعب يعني حتى لو احيانا انا احس ان انا تعبان اقول لا احش خطر ولادي انا هنزل اه لا. انا هدوس على نفسي اكتر احش خطر ولادي. مهم. نفسي نفسي ربنا يا كريمني. واشرفهم ويفرحوا وحسوا ان باباهم ساب لهم حاجة تبسطهم. وانا مش موجود. مهم. حسوا انه حتى لو مش موجود في الدنيا بس. اعماله موجودة وعيشها وبنحبها وبتعبر عنينا وبتقول كلمة تفيد الناس. يمكن وانا صغير ما كنتش واصل للطريقة اللي انا بكلمك بيها دي او للفلسفة اللي بتكلم بيها دي. مهم. كنت صغير ممكن بيفوتني حاجات. انما لما بكبر خلاص انا بحس بمسئولية وببدأ اشوف اوجاع الناس والعصر ده زي ما قلت لك ناس كتير موجوعة. مهم. ناس كتير محتاجة اللي يحس بيها. على قد دي بحاول ان انا هحس بدا في الاغاني. طيب احنا آآ لينك اخير كلمة اخيرة لنجمنا النهاردة على الهوى نجم الجيل. تامر حسني في الفاصل سريع وراجعيني. انتوا لسه معا. اجمد سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله. على النجوم افقام. ونجوم افقام تي في. من الاسف دايما الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة بجد. لساعتين خلصوا. لكن اكيد تامر هيعيدنا ان يكون موجود معانا في حلقات تانية اكتر واكتر. لانه المرة اللي فاتت غاب عنينا كتير. وهو انا متأكدة ان هو يعني مراتي كمبسوط معانا جدا ويعني ومعاكم ومش هغيب عنينا تاني. ودايما مفكركم ان اعادة الحلقة تاني يوم الساعة اتناشر بكرة تنتروا وتتفرجوا على الحلقة بالكامل من الساعة اتناشر على النجوم افقام تي في. تامر كلمة اخيرة تقدر تقولها عن قلب مخليك فلازي. قبل ما اقول بس. انا عايز اقول لك حاجة بس. لانشانا كتبت لك رسالة. لانا. اه وانت الكل اللي بيحبوكي. ايه ده? لانا منهم طبعا. جهان بتطلع بتاكل محشي في كل فاصل. وبتسيبني على لحم بطني. حتى ما تيش سباعة كفتة. ده ما قلتش محشي ايه طيب? ورق عينب. مش كل الانواع خلي بالك انواع معينة يعني. طبعين يا جماعة كل شوية تسيبني وتطلع. باكل لقم عشان قدر اتكمل الحلقة يا جماعة. لقم ايه ده تاني صانية. معلش. رعيني طيب. ما تعالف انا برضو قدامي نجم جميل فمنهارة. مناورة نفسيا. مناورة نفسيا. بص المرة جاية تجيب معك بقى سنية رؤاك كده عشان نعم بحب رؤاك جدا. المحشي بتاع فيه وعينة بيه. تعالى من الحشي بتاختك واكلك واكتك. عشان محدش جاملك اكل احنا راينا النهار ده. فخليك فلازي كلمة توجيهها الجمهورك. تقولهم ايه على الالبوم ده كله ما فيهوش ولا اغنية حب يا دمر. اه لا فيه ما اولني كلام حب اصلك اغنية هادية يعني. اغنية زي عابت حبك وعيون ودار وحاجاتي. ايه اللي خاصلك? ايه اللي خاصلك? هيدي اللي انا كنت سايبها اليوم الحب ده. اه بس يعني ملحوقة. انت انت قاصد صح? الالبوم ده مبقاش فيه اغنية كده? يعني انا قاصد شوية. ما برضو فكرة زي ما قلتلك النهاردة السنة دي فيه اغاني حب بعدها في اغاني فرق شوية او هجر او مشاكل شوية وبعدين حب. الحب في اغاني اولني كلام. حب فيه اغنية اسمها في جمال كده. دي برضو حب وجميلة. نفس النهاية اثرت فيه نعبي. اه. يعني ليه ليه كده? نفس النهاية اغانية متعبة فعلا. اه. نفس النهاية وفجأة افترقنا وقد الفرق وبالف سلامة اغاني اعتقد ان هيها تعيش في تاريخي. يعني انت انا ما هتصور كليب جديد من الالبوم هتصور ايه? بص عشان هصلي اخبطة في دماغي بسبب الاغاني دي. وبسبب الافكار. يعني مثلا الجمهور كان منحز شوية لفجأة افترقنا. ووراها على طول نفس النهاية ووراها على طول لا ووراها على طول قد الفرق وبعدين نفس النهاية بس بالنسب صغيرة. بس فجأة افترقنا كانت اه لما جيت افكر في فجأة افترقنا لقيت ان انا ممكن اعمل اه نفس الموضوع قريب شوية من ناسيني ليه? اه. فانا مهما لفيت ناسيني ليه? انا ما كنتش اصورها غير غير وفي موضوع جديد. اه. وان انا بكلم نفسي انا شخصين وبكلم نفسي في الماضي واللي هو نفس ارجع على الماضي عشان نصلح الحاجات اللي مقدرش اصلحها دلوقتي كان فيها فكرة. اه. فحسيت بشبه شوية. فممكن اصور حاجة تانية ما يبقاش فيها الشابه ده. اه. وممكن اصورها لو لقيت فكرة جديدة جدا زي ما لقيت ناسيني. بس لسه ما استقرتش على حاجة. لسه تحت الدراسة ايه. بعتوله بقى يا جماعة بعتوله على السوشل ميديا ما تسبوهوش هو بيشوف وبيعمل كل حاجة من نفسه ما تسبوهوش. انا لازم حنمشي بالاسف. وآآ يعني. جيانا انا بشكرك جدا. بشكرك جدا. وانا من متابعينك. اه. وجدا بعز جدا من زمان احنا طلعنا مع بعض. اه بدايتنا كانت مع بعض اول الالبوم ليه وكانت المحطة بتطلع الاول سنة ليها. تحقيق. وكان وشينا خير على بعض. حمد الله. اه. وبشكور الاستاذة هالة. اه. على الاستدافة الرقية الجميلة دي. وكل موزيعين نجوم اف ام الحقيقة صحابي من زمان. وانا بحبهم جدا. وكل البرامج نكحة من شاء الله. اه. يا ربي دايما نكحين. وآآ ونتقابل دايما بازن الله. وانا مبسوط ان انا كنت معك النهاردة. انا مبسوط اكتر. واسعدتنا. اسعدت جمهورك جواه مصر برا مصر الرسال مش مبطلة يا جماعة. الخلاص خلصت والرسال مكملة معانا. وآآ يعني شرفتنا ونورتنا وقضينا عيد حب مختلف وعيشنا معاك احساسك وصممت ان انت بتيجي بنفسك تعايد علينا وتحط في قلبنا فرحة. وتحسسنا بالحب اللي انت بتحبه لنا وبتحبه الجمهورك وتحس في نفس الوقت قد ايه جمهورك بيحبك. لكن آآ اكيد لازم توجه رسالة حب واحدة دلوقتي تقول فيها ايه? اخيرة. واحدة بس? واحدة بس? معلش. طيب. طب يعني اقول لسارة حب بشاملة كده. طيب. يعني ما اقدرش انسى ان انا وجودي هنا والمكان الفنية اللي انا وصلتها كانت بدعم من من ام عظيمة. امي حبيبة قلبي اللي ضحت بعمرها وشبابها عشان ولادها. آآ اقول لها بحبك يا امي وربنا خليك ليا وعيش اخدمك طول عمري انت 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 جازمتك على راسي. طول عمري ومهما حصل ومهما كبرتم. هفضل تامر اللي انت ربتيه وشايفه صغير. فعنيكي طول العمر انا هفضل للشخص ده. واتمنى اتمنى من قلبي بعد ادعي كل يوم لما بعمل خطوة ان هي تبقى بتفرحك حقيقي من قلبك يعني والله العزيم بيبقى جوايا دايما ان انا اشوفك فرحانة وحس التعب اللي تعبتيه من وانت صغيرة ومن وانت بتضحي بحياتك ومش عايزة تعمل اي حاجة في عمرك عشان ولادك طلعوا كويسين ويحققوا احلامهم دايما بقول يا رب اقدر اوصل لك يعني ربع لجوايا انا بحبك قوي يا امي ونفسي افراحك وانا عارف ان ربنا بكرمي عشانك وعشان رضاكي ودعواتي اه وبقول مراتي بحبك جدا وشكرك عالدعم الكبير اللي انت دايما بتقدمهولي وعمري ما هزعل منك اه اي اي حاجة بتحصل انا في انتي اصغر مني وبعذورك دايما في اي حاجة بتحصل اه غصب عنك اه انتي حبيبتي وام ولادي وعلى راسي ما ما حصل ولادي دول اغلى حاجة في حياتي ولو بيشوفوني دلوقتي انا بحبك قوي يا تالية وبحبك قوي يا امايا بحبك قوي يا استاذ ادم اه لما تجبر شوية هتفهم انا بقول ايه اه انا عايش عشانكو وبحبكو اتمنى ان انا اعمل حاجة تشرفكو اه في حياتكو كلها وبقول للجمهور الكريم انت مش جمهور بالنسبالي ربنا يعلم ربنا يعلم اكسم بالله ما بتعامل معكو كجمهور انتو سبب في نجاح تامر واستمراره انا بحبكو جدا من قلبي واتمنى ودي حاجة يعني اللي يصدق يصدقش هو ده قراره الشخصي انا بحبكو جدا ربنا يعلم ازن بتشوفوا ده في معاملتي معاكو في الشارع على على اي تواصل بيحصل بنا بحاول دايما اقدم لكم اي سر ورا النجاح واي حاجة ضافت لتامر في حياته واي حاجة هو تعلمها بحاول اقدمها لكم على قد ما بقدر ده انا حتى مش عايزكم تزهقوا من كتر ايما انا بتكلم في النواحي الايجابية اللي بتخلي ناس محبطة تبقى مش محبطة وتنجح تخلي حد فقد الامل في النجاح وانه حقق حلمه انه ينجح بتخلي حد فقد الامل انه يخف انه لا هيخف قابلت ابنت مريضة من كام يوم وخفت كان عندها مرة بيقول لها مستحيل تخفي وخفت يعني بيشوف حاجات لسه من مبارح بنت بنت بتسوق تاكسي انا واحد صاحب يراكب التاكسي وبيتكلمني يقول لنا سامع اغانيكم مش عارف ايه ما كملتش الموضوع قلتوله ايه بنت بتسوق تاكسي قديني اكلمها طبعا مسلا قلتلي انا بساعد اسرتي ووقفة جنبه اقول تالى ربنا يكرمك يا بنت ربنا يحفظك ويخليك الاهلك كده انت رمز لكل حد مكسل يشتغل انت رمز شغلان مش شغلان تبنيت وراحها بتشتغلي وبتاكلي عيش بالحلال ومصممة تقفي جنب اهلك وابوكي ويعني رمز رمز كبير قوي انت قصة جميلة للنجاح وتمنى ناس كتير يبقوا كده ده انا بقوله من قلبي وربنا شاهد على انا بقوله نجم الجيل النجم تامر حسني بنحبك كل سنة وانت طيب بنحبك جدا 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 شرفتنا ونورتنا ويا رب كل ايامك حب وسعادة زي ما انت اسعدتنا النهاردة انا بحبكو اكتر وكل سنة وانت طيب بنحب وانت طيب كنتم معه اجمد سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم افقام ونجوم افقام بي في